اهلا بحضراتكم معنا في قناة الابيض وحلقة جديدة من حلقة التوقعات لنسترداموس العرب ميشيل حيك والاخطر من توقعاته لعام 2024 بفكرك سريع انت اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات ولو انت جديد معنا شرفنا دلوقتي شرفنا دلوقتي بالاشتراك في القناة وما تنسيش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول ميشيل حيك بتوقع ان السفير السعودي في لبنان في حالة هلع ومغادرة فعودة غير متوقعة الشارع الدرزي حزين وغاضب مرنة الشلوحي ومحطها محط الانظار ومشاهد لا نريد تذكرها حداد رسمي وتنكيس للاعلام المحطات الاعلامية هي الحدث والخبر المطارنة المورنة والثقف العالي طريق المطار هو الحدث الابرز وصولا الى خلدة اشرف ريفي يغادر لبنان مرغما لفترة زمنية معينة اللواء ابراهيم هو زمام الامان ولن تفلت الامور ومهما حصل فهو رجل الساعة والحزن سعد الحريري دولة الرئيس دون منازع وببركة وغطاء دولي ومحلي حزب الله لن يضبط النفس ولا البصيرة وقام وهاب الحرس ثم الحرس الشق ايجابي هو على شكل سيناريو بعد ان تمر الاشهر الثلاثة الاولى من السنة حنشوف ونلمس دعم عربي ودولي وتدقيق جنائي وعودة الرأسمالين والمستثمرين والنهوض التدريجي والسلس في الاقتصاد يتزامن مع اصلاحات وعودة جزئية من الودائع واقفال مصارف او ضمها الى اخرى بعد اكتشاف عمليات مالية غير شرعية ويتجه لبنان الى صيف واعد مع تحسن وضع المعيشة ولو بوطيرة بطيئة خلايا نائمة بتتربص بامن المملكة على شكل انتفاضات ومجموعات فردية الامن بالمرصاد ولا خوف تتربع المملكة على العرش القيادة العالمية السعودية تكون بمثابة امريكا الشرق الاوسط الرياض الجديدة كليا تلفت انظار العالم وحزن شديد على مستوى العائلة الحاكمة الامارات برج خليفة حيكون الابن الاصغر لما هو قات فهي ستكون يابان العالم العربي الشرقة وحزن عميق تغييرات على مستوى الحكم على كافة اراضي الامارات سوريا السباء على الاوراق الرابحة والضغط في سوريا يخرج سوريا من المسلس الشرقي وحنشوفها رايحة باتجاه اخر سلاسة العودة والتسهيلات الاسدية ملفتة وهيدعم نحكي عن النازحين العين على القضاء وملك الاردن بيحمل الملفات وبيزرع السلام في العالم العربي انتفاضة داخل البرلمان اقفال طرق وتبديل على مستوى السياسة وقطر هي جمعة الدول والعرب على شكل وسطات وسلام تعديل السياسة والمصارات والانتقال السوري نحو مستقبل رائع الامن القطري بيتحرك في اكتر من مكان جمعة الدول والعرب على شكل وسطات وسلام تعديل السياسة والمصارات والانتقال الثوري نحو مستقبل رائع حدث امني كبير يهز العاصمة بيروت وشمال لبنان شبح الاغتيالات لا زال يهيمن على اسماء عديدة والنائب المستقيل سامي الجميل في دائرة الخطر النائب السابق فارس سعيد في دائرة الخطر والله الحامي على حد تعبيره ملف الكهرباء صدام وصدمات واكتشاف المجهول هويات صادمة فالحل المفاجئ الانتخابات وان حصلت ستشبه البربارة والدولار الطيار بيعود لقواعده على سقف منخفض جدا تحت شروط صندوق النقد الدولي مرفق بيروت وعودة المجرم الى ساحة الجريمة وكما ذكرت سابقا العدو الاسرائيلي المنفذ والمخزن والمحزن هو عودة الاموال الى المودعين بعد اقتطاع جزء منها واقفال مصارف واقفال مصارف سمير الجعجع خارج البلاد لفترة علاجية النفط ليس الاساس في الازدهاراتي من شيء مبتكر وصدم لن نسمع باليمن بعد اليوم الا عبر اعمارها تحت شعار النهضة لاهلنا والامضاء سعودي حادث قليم في جدة وبيعم الحزن اما طريق الخرج وصولا الى الصناعية التانية تحت المجهر بحدث ما دبي هتشهد انهيار شبيه بالماضي في اعادة هيكلة فطرد للكثيرين فانطلقه في اعادة النظر في الكثير من السياسات وتغير وسقوط اسماء كبيرة ميناء الفجيرة بيشهد حدث كبير بيبث على الاعلام المحلي والعالمي حوادث القطارات والمفاجأة الكبرى والله هو الحامي سوريا العربية للأحضان وهل التطبيع أصبح على حدود دمشق بتشبه النزوح المعاكس وانهيار العملة والسيناريو اللبناني المتطور حركة التصدير نشيطة لكن ما هو المنتج؟ المعركة الكبرى واعادة تصديد الأضواء والقذافي لن يحكم وانحكم لفترة لا تعد على الأصابع اكتشاف مقابر جماعية بتشبه أفلام الرعب بالطريقة والمضمون جولة غريبة دولة غربية سريعة بتبدأ من الولايات المتحدة بفضيحة مدوية أسوأ من واتر جيت بأشواط فرنسا بتعيد للأذهان الحركات الأصولية والتفجيرات والذئاب المنفردة مرورا لأول مرة في بريطانيا لنشهد عملية اغتيال سياسي شبيهة بتصفية العصابات وده مباشر على الهواء وبشكل صدمة ظروف استثنائية غمضة بتفرد على البطريارك الرعي بتعاد عن مكتبه والفترة دم علاء فخره ورفاقه من شهداء الثورة حيظهر بتغيير بأكتر من مطرح بين بر وبحر اهتزاز بيهز حد الحجر بلبنان طيارة بتتعرض في لبنان بواجهة طيار الوطن الحر أفخاخ وحق الألغام برسم الانفجار فلتتشوت على ملعب السياسة اللبنانية حارة حراك بلدة بالضوء لأيام وعجقة غير مسبوقة بالحارة نجيب الميقاطي عبر من السابق أولى يعمل حالة لحاله ورح تكون مهمة وهالمرة مش مهم شو رح يكون لون الأمصان سود بيد خضر المهم شو رح يعمله بتطارد نديم نجي من الاستقرار لكن بين جوني وخالجها المشهد حيكون مختلف محاولات علمية نكحة بتعيد فصيلة من الحيوانات تعرضت للانقراض اهتزاز اقتصاد الصين وزمن الغرائب والعجائب صور بتشبه نصف إنسان ونصف حيوان مولود عمره أيام بيتكلم ومخلوقات مشوهة وأمور أخرى من عالم آخر تطور كبير في عالم الاستنساخ الإرهاب يضرب في المغرب علامات استفهام على طائرة تتصلها بالسودان فضائح في تقارير صدرة عن الأمم المتحدة في اليمن متبعين الأعزاء بكتن كنا وصلنا معاكو لنهاية حلقتنا النهاردة من أهم وأخطر ما توقعوا مشال حيك وتوقعاته العربية لعام 2024 بشكركوا جدا على حسن المتابعة وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة ضمتم بكل الخير والحب والسعادة